نظافة البيئة مشاهدينا اكيد بتحفظ على استمرار دورة الحياة الطبيعية بشكل سليم للانسان والنباتات والحيوان والعناصر ايضا الطبيعية الاخرى الموجودة حوالينا تعوم الراحة وتنتشر الطمانينة ويرتقي المجتمع طبعا ويتحدر ليتصدر الشعوب والامم الاخرى اهم حاجة طبعا ان البيئة تبقى نظيفة زي ما قلت وانه كل عناصر المحيطة بينا تكون نظيفة وايضا في نفس الوقت ده بيساعد زي ما قلت على التطور الامم والشعوب وايضا التطور للحياة بشكل افضل سعدنا للحديث حول هذا الموضوع زي ما ذكرت في البداية المهندس نبيل محروس رئيس مجلس امناء مؤسسة ازرع شغل اهلا بحديث بنسبح عليك اهلا صباح الخير وصباح الخير على كل المشاهدين اه موضوع طبعا مهم جدا اه يعني في حواء انه دور المجتمع اه المصري في المحافظة على البيئة شاف حضرتك المفروض ايه اللي تعامل من كل مواطن حتى يحافظ على البيئة ويساعد ويدعم هذا المشروع موضوع ازرع شغل مؤسسة ازرع شغل اهنا كمؤسسات مجتمع مدني غير هدف للربح دورنا هو مساندة الدولة المصرية في الفترة الحالية وكل الفترات لكن بند زوم قوي على البيئة والحفاظ عليها البيئة والحفاظ عليها كان جزء بينظر للمواطن انه جزء طرفيه اه لكن ده مهمة جدا جدا الفترة دية اه طبعا حتى بعد مشاركة مصر في كوب 27 المؤتمر العالمي اللي هو قدر انه يحوز اعجاب العالم وفيه اشادة بالدولة المصرية اوباما تم انجازه نعم فاحنا بنقول ان المواطن يبدأ بنفسه اه انا بنتج قد ايه من ثاني اكسيد الكربون يبقى لازم ازرع حاجة عشان تنتج ليكسوجين عشان تعادل ثاني اكسيد الكربون للعوادم اللي بخرج من حتى من تنفس الطبيعة للانسان فسواء ازرع في بلاكنتي في سطحي قدام بيتي ازرع في الشارع ازرع في مساحات تانية اه يكون قابلة للزراعة فده ده المفروض على كل المواطنين طيب هل مفهوم منطقة صديقة للبيئة فيها شجر كتير وزرع كتير لان احنا عارفين طبعا انه التمثيل الضوئي للنباتات اللي هما الزرع والشجر وكل الاشياء اللي هي الخضرة يعني بتطلع بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتطلع علينا اكسجين عشان كده احنا بندعو ان الناس تزرع شجر كتير مش كده؟ تمام فمفهوم هل مفهوم منطقة صديقة للبيئة انه فيها شجر كتير ولا في حاجات تانية ممكن تكون غايبة عن المشاهد المعايير البيئية لأي منطقة صديقة للبيئة هو الاستخدام للطاقة المتجددة اي ده رقم واحد في الطاقة اتنين انها يكون في مبنى صديق للبيئة احنا في منطقة صديقة للبيئة قدامنا على الشاشة دي ولا ايه بالصبت؟ دي منطقة الخيالة دي كانت احدى مبادرات مؤسس تزرع شجرة ودورنا في زراعة سياج حول منطقة او حول كتلة سكنية طب ليه 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 اخترتوا منطقة الخيالة لتكون منطقة صديقة للبيئة؟ هو قبلها كان في منطقة الاسمرات وقبلها كان في كتير من شغلة يعني بتم اختيار مناطق معينة وبتطلق عليها او بتحولوها لمنطقة صديقة للبيئة؟ لاني الخيالة دي منطقة جديدة منطقة بتضم كل سكان العشوائيات في مصر اهتمام فخامة السيد رئيس الجمهورية بالسكان وبأهلين في احنا دورنا كمجتمع مدني بنتور الجزء اللي فيه السكن لسكان الناس اللي كانوا في عشوائيات اللي كانوا في عشوائيات حاجة جميلة جدا طبعا فمنطقة صديقة للبيئة يعني فيه معايير منها استخدام الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية منها ان مبنى صديق للبيئة ان المداخل للمدينة او القرية او المنطقة تكون فيها تشجير فيها فيو او لاند سكيبي يرتقي بان يكون فيه بن قدمين في عندي بلكونات فيها نباتات في سطح اخضر صديق للبيئة يعني بزرع سطحي في نوع من ترشيد استهلاك الميا يعني معايير كتير للمباني صديقة للبيئة من بداية انشاءات الهندسية لحد الدكور واللمسات الاخيرة للمكان طيب وانا برضو ارجع نعفوا ارجع لسؤالي هو مفهوم منطقة صديقة للبيئة بس شجر ولا فيه حاجة تانية هي سلوك سلوك بناء دمين يعني معناه ان انا اوجه اطفال المدرسة اللي نقول صديقة للبيئة فكرة ان انا فصل من المنبع اعلمهم زراعة زراعة المكان اللي هم فيه ركن اخضر اعلمهم ان ازاي نقدر نهتم بالاشجار ان السلوك الاخضر هو سلوك الطفلة او البناء دمين اللي هم مهتمين بالبيئة تلاقي عندهم حس غراقي كده وجميل في التعامل مع الناس طيب في مؤسسة ازرع شجرة هناك مشروع لتحويل المخلفات العضوية الى سماد كلمنا عن هذا المشروع او هدي الفكرة احنا عايز اقول لحضراتي السادة المشاهدين ان في القاهرة بتنتج 18 الف طن من المخلفات يوميا 18 الف طن يوميا يوميا منهم 8000 طن عضوي يعني مخلفات عضوية ايه و 6000 منهم مخلفات صلبة والاتنين طن مخلفات غير قابلة للاعادة التدوير او مخلفات خطرة او فرقم العضوي رقم كبير العضوي بقى ده اللي هو الحاجات زي الاكل واللي هي المخلفات الاكل اه مخلفات سوق الخضار مخلفات المطعم او المطبخ برضو المشاهد العادي بعرف اين من مخلفات عضوية اه دي مخلفات عضوية يعني كل 6 بيت بتدخل مطبخة بتشير الكوسة واشير البتنجان وشير البطاطس حاجات اللي بتذبط العاكل وتاو بترمي في الزبال حاجات دي مخلفات عضوية احنا هتمينا كمؤسسة بعد التدوير المخلفات العضوية وتحولها الى سماد السماد ده اللي هو بنغزي بالنبات تمام فحولنا المخلفات العدوية لسماد السماد بزرع به النباتات الطبية والعطرية بتسمد به بقى الزرع بسمد به الأورجانيك كل ما هو أورجانيك هو متسمد بالمخلفات العدوية طيب بما إنك حضرتك ذكرت الأورجانيك هل الأورجانيك ده حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة في بعض الناس تقولك ده أورجانيك معناه إنه هو بيبوز بسرعة فده مش كويس إنه أنا أجيبه أو أشتريه رغم إنه هو أغلى من المنتجات الأخرى الخضروات والفواكه اللي هي عادية مش محطوط عليها ليبل أو كلمة إنه ده أورجانيك عضوية عايز أقول يا كلمة أورجانيك يعني أنا زرعت بأسمده عضوية مش بأسمده كيموية وكل اللي بمنتج أورجانيك هو بيقعد فترة طويلة من غير ما يفسد عكس اللي هو الأسمده الكيموية النطرات والوريا والسوبر فوسفات بنلاقي حتى لو في التلاجة هيفسد بسرعة فمدة المدة الزمنية بتاعة الأورجانيك أطول مش قصيرة ومنتج صحي وخالي من الكيمويات يبقى إذا مالوش أضرار صحية ومالوش أي أصار جانبية بعد أنا ما أكل سواء ملوسات أو متبقيات أسمدة ومبداية فده مهمة إن إحنا كلنا نتجه إلى الطبيعة العودة للطبيعة وإحنا على الأقل نوفر إنتاجنا من سطحنا أو بلكونتنا أو نزرعه ببوائي المخلفات الطعام اللي هي بتكون موجودة عندنا في المدى طب هل شايف حضرتك مشروع تحويل المخلفات العضوية إلى سميد ده هي يعني إلى أي مدى سيؤثر على كمية الخضروات العضوية والفاكل هتكون في السوق إحنا بنقول إن كل سوق في كنسة السوق في متبقيات الشارع من مخلفات سوق الخضار أو سوق الفاكة أو المطاعم بتمثل أزمة حققية للمسؤولين مش عارفين يتصرفوا فيها إزاي ولو قعدت فترة بتعملي بعوض وزباب ونموس ومشاكل بإيه ولو قمرتها بشكل خاطئ فأماكن تانية بتديني غازات دفيئة وانبعاثات بتؤثر على الغلاف الجو لكن لو عملنا عدد تدوير المخلفات بشكل متخصص هنحول كل طن من المخلفات العضوية إلى سماد بواسطة حاجة احنا بنشتغل بيها اسمها دودة الريد وجلر والطايجر والزحف الأفريقي بتلتهم المخلفات العضوية وتحولها إلى سماد اسمه الفيرمي كومبوست الفيرمي كومبوست دي صيحة جديدة في التسميت في العالم كل الدول اللي بتهتم بشعوبها ما بتستخدمش اسميدة كيموية علشان تقلل من الأمراض وتقلل من إنشاء مستشفات ويبقى صحة المواطنين صحة كويسة فبالتالي بتستخدم الأسميدة اللي هي الأسميدة العضوية أو الفيرمي كومبوست عايزة أقول لسادة المشاهدين أن كل طن من المخلفات العضوية الجدوى الاقتصادية بتاعته بتسوي عشر تلاف جنيه المخرج نهائي من كل طن مخلفات العضوية يتحول إلى فيرمي كومبوست الطن الفيرمي كومبوست من ستة لعشر تلاف جنيه حسب المشروع ده تم ترهو على كل محافظات مصر إحنا بنحاول ومن خلال قناتكم إن إحنا بنقدر نقول للسادة المحافظة الأقاليم وكل المهتمين والتنفيذين أن المخلفات العضوية وعادة تدويرها ده كنز كبير للدولة المصرية يجب أن يستثمر وإن إحنا بدأنا بالقاهرة وإن شاء الله بمن المؤسسة لها حق النفع العام فإحنا نقدر نشتغل على كل المحافظات في كل شبر في أرض مصر الحبيب إن لسه كنت أقول حاجة هو ده دور المؤسسة أكيد في الفترة اللي جاية إن شاء الله والاستراتيجية والخطة القادمة خطتنا إن إحنا نشتغل على الظاهير الصحراوي لكل المحافظات المصرية نعمل مصانع لعادة تدوير المخلفات وأنا بقصد بالمصانع مش آلات ومعدات ولا استيراد لمعدات تحمل الدولة المصرية عب لكن ده هي مساحات كبيرة بنقدر نخزن فيها بواقي الطعام بعيدا عن القتل السكنية وبتعادة تدويرها بشكل آمن وبشكل بيئي بنصنع منها السماد اللي نقدر إن شاء الله نقدر نغطي بها كل الصوب اللي بتنشأ دلوقتي تابعة للقوات المسلحة في أماكن كتير وكل الأراضي وامتدادات الأراضي اللي تتزرع قريب بدل ما نستورد لها بمليارات الجنيهات وبمليارات الدولارات كمان من الخارج هنقدر نسمد بها من عادة تدوير المخلفات باستخدام الأمثل لعادة التدوير أنا شاء ده موضوع مهم جدا ومشروع يعني قومي عالي الأهمية وعالي الجودة كمان النصيحة لحضرتك توجهها للشباب والمواطنين حتى يعيشوا في بيئة نظيفة بيئة فيها ما فيهاش تلوس فيها دايما أكسجين بعيدا عن ساني أكسجين الكربون بعيدا عن الملوسات نصحتي لكل الناس احنا دلوقتي كمؤسس تزرع شجرة بننفذ مبادرة فخامة سيد رئيس الجمهورية لـ 100 مليون شجر لو كل مواطن بقالوه نبات بقالوه شجرة ده هيبقى بنرتقي كتير بالبيئة وبنحسن فيه أن احنا أنقلل كتير من الأمراض طالما فيه انتاجنا للأكسجين كمان بواجه الشباب بقولهم أن فيه فكرة التطوع في المؤسسات الأهلية مش هتطوع في مكان هوزع فيه مع احترامي اللي بيعملوا كده كرتونة وبطنية وده مهم جدا في الفترة دي لكن عايز أتطوع في مكان أن أنا أزرع فيه عدد من الأشجار مؤسسة الزرع الشجرة بتنادي كل الشباب والمتطوعين أن فيه مكان ليكم تشاركوا بالفعل فيه تشجير شوارع وتشجير ميادين وقريب خالص يعني يوم الثلاثة لو بكرة إن شاء الله هنقدر هنعمل أول مدرسة صديقة للبيئة في إدارة حدايا الأوبة التعليمية إن شاء الله مدرسة هنعملها على مستوى إن شاء الله تتم تعميمه في كل المحافظات وفي كل مدارس الجمهورية المشروعات طيب القادمة بالنسبة لمؤسسة إزرع الشجرة إحنا كل مشاريعنا مشاريع تنموية مشاريع صديقة للبيئة هو الاستثمار الأخضر خرجنا من مؤتمر الكوب بتوصيات منها سندوق الأضرار والخسائر كل الدول اللي بتسبب في تلوث العالم هتمنح مصر مبالغ كبيرة جدا الفترة الجاي طب المبالغ دي تروح فين في استثمارها في مشروعات خضراء صديقة للبيئة من زي مشروع بنبان في الطاقة الشمسية أي يكون فيه مشاريع للطاقة الشمسية مشروع لزراعة الأسطح مشروع لتشجير أو أماكن تبطين الطرع والمصارف لمدخل حياة كريمة في الريف المصري إن شاء الله هنعمل حاجة تليق بالدولة المصرية وتليق بمصر في العالم كله كاهتمام العالم بالبيئة طيب من ضمن الحاجات اللي حالك قلتها أن تدعو الشباب أو تدعو الموطنين أي أن كان شباب كبار شيوخ طبعا كل الناس إن هما يجوا يتطوعوا لهذه المؤسسة وحتى ممكن يجوا ياخدوا زي مثلا يوم تدريبي يوم تدريب عملي على إنه إزاي يزرع الشجرة وإزاي يهتم بيها وإزاي يسمدها بالأسمدة اللي هي المفيدة والصديقة للبيئة أيضا إحنا من خلال مركز الوعي البيئي التابع لمؤسسة زرع الشجرة مركز وعي بيئي هي مدرسة بيئي وده حضرتك حلمنا أنه إحنا يبقى كل محافظة فيها مركز وعي بيئي هي في مساحة كبيرة بيتدرب فيها الأطفال والشباب والسيدات على إزاي يكونوا صديق للبيئ إزاي يزرع إزاي يتدرب على مشاريع مهمة جدا تفيد البيئة مركز الوعي البيئي إن شاء الله تنتشر في السبع وعشرين محافظة وبعد كده في المراكز والقرى والنجوع إن احنا نقدر ننتشر نعمل مدارس بيئية مدرسة لتعليم الناس كيفية الحفاظ على البيئة ده حاجة مهمة جدا لسه المدرسة دي دي بوجودة في القاهرة بالفعل فين مكانها برضو عشان لو سدى الموطنين الحدايق الأوبة في منطقة قريبة للأصر الجمهوري لكن دي كانت منطقة كبيرة في الحدايق استثمرناها على مساحة فدان أرباح تلاف ومتين متر وعملنا أول مركز وعي بيئي للمجتمع المدني في مصر ودلوقتي بيجينا طلاب من المدارس وطلاب جامعات وسيدات على المستوى أن هم فكرة السيدات المعيلات زي يضربوا على إنتاج وهم في بيوتهم إنتاج هم من سطحهم من بلكنوتهم زي نعمل فكرة اكتفاء ذاتي وفكرة كبير حاجة جميلة جدا لأن على فكرة لو نظرنا للخارج هتلاقي الناس بتعمل كده وهي الفكرة اللي احنا أريدي بنعملها في القرى والنجوع يعني الناس اللي هم عندنا الفلاحين ومزرعين المصريين في كل حتة بيعملوا الكلام ده في بيوتهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وكمان يكون لها مردود بيئي ولذلك بناشد كل المسؤولين في مصر وكل الوزارات المعنية أن المدرسة اللي تتعلم بيئة هو مركز الوعي البيئي فطبعا بتضفر جهود الوزارات وزارات الشباب والتضامن والبيئة والوزارات المعنية أن احنا عايزين التشبيك بين الوزارات تسهيل لمهمة مؤسسة زرع الشجرة في نشر الوعي البيئي في كل ربوع مصر هل هناك فكرة أن المؤسسة تتخصص يوم في العام يعني يوم في العام في السنة يعني يكون مثلا زي الاحتفال بمثلا أي عيد أو يوم المرأة مثلا العالمي ممكن يكون يوم البيئة ويوم الخضار أو البيئة النظيفة أو التنمية المستدامة أو أي حاجة من دي بالفعل احنا عندنا يوم احتفالات الدولة المصرية واحتفال العالم بالشجرة وبالبيئة بنحتفل بكل الاحتفالات زي يوم الأرض ويوم للشجرة ويوم للبيئة لكن احنا عندنا في ازرح شجرة كل شهر بنعمل يوم لمبادرة في الشارع شارع أخضر صديق للبيئة وفبندعو الناس أنهم يشاركوا معنا مدرسة خضراء صديقة للبيئة مستشفى حكومي أخضر صديق للبيئة فده كل شهر بنقدم فعالية من خلال صفحة مؤسسة ازرح شجرة على الوسائل السوشيال ميديا بندعو كل المواطنين نخصص ساعة في اليوم ساعة كل شهر هل في ويب سايت السادة المشاهدين ممكن يخشوا ويتابعوا المؤسسة ازرح شجرة ويشوفوا ايه النصايح وايه التعليمات وايه الحاجات اللي ممكن لو عايزين يعملوها في بيتهم زي ما حالك قلت ويبقى في اكتفاء ذات يعملوا ايه احنا عندنا صفحة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك هو مؤسسة ازرح شجرة للتنمية الاجتماعية مؤسسة ازرح شجرة ده الويب سايدا ده فيها كل شغل ازرح شجرة يوميا هيقدر السادة المشاهدين يتابعوا اللي بيحصل على ارض الواقع من خلال مؤسسات المجتمع المدينة دي حاجة جميلة جدا اتشرفت بالحديث مع حضرتك والكلام عن هذا الموضوع الشيق المهندس نبي محروس رئيس مجلس امناء مؤسسة ازرح شجرة شكرا جزيلا شكرا لحضرتكم وبشكر سيئة شو النهاردة بنصبح عليك كينا نلتقي في حلقة جديدة غدا ان شاء الله لكم منا ومن طاقم العمل بقيادة عصى كل التحية شكرا لكم إلى اللقاء